نادين حبين اليوم نتطرق معك مع أنك خبيرة اتكات وبروتوكول لتصرف الممثل ويل سميث الأخير يلي صفع فيه زميله كريس بحفل الأوسكار شو ممكن تخبرين عن هيدا التصرف؟ سراحة اللي صار غير مألوف إطلاقاً يعني من قبل زميلين بهيك حفل أولاً والتانياً نظراً لأنه كريس فعلاً هو قال أنا بحبك جيد يعني بلش بعبارة جميلة ومحببة ومن ثم قال له أنه أنا ناطر جي آي جين 2 وجي آي جين هي عبارة عن سيدة مكافحة وقدرت توصلت وتخلق أهم معقل للرجال بمسابرتها وكانت قوية ويمكن كان قصده كريس أنه قديش هي مكافحة وقديش هي لح تتغلب على هيدا المرض وقديش هي عملت مثل إذا بديك صورة جميلة للسيدة المناضلة يلي حاربت ووقفت وما غطت العيب يلي هو فيها وما أنه عيب طبعاً هو خيار اللي عملته جيد فأنا لقيت أنه الصفعة أبداً منا بمحلة أول شغلة ما بيصير أنه الإنسان يفقد أعصابه خصوصاً بمكان مثل هيدا ولكن ولحظت أكتر من هيك أنه ويل سميث كان جداً يعني غير متمالك لأعصابه هلها الشيء من الإتيكات أكيد لا حتى إذا بدي أعتبر أنه كان فيه تنمر من قبل كريسي اللي أنا صراحةً ما شفته بدي أقول أنه ما بيستاهل أبداً صفعة وما بيستاهل حداً يتعرض جسدياً لأي شخص آخر كان ممكن يقول له أنا ما بحب أنه حداً على الهوى بيقدر يرد عليه ويقول له أنا بتمنى أنه ما بقى حداً يحكي على هذا الموضوع وأنا ما برضى بهالشي ولكن صفعة بهالطريقة غير مستحبة غير جائزة إطلاقاً وهل اليوم كمان لازم نحط اللوم على كريس لأنه أساء التصرف بطريقة التنمر يلي صار على زوجة ويل سميث؟ أنا ما شفت فيه تنمر من قبل كريس وخصوصاً أنه هو برجع بعيد يعني هو قال بشكل كتير كان واضح أنه مش عم بيتنمر لأنه المثل يلي عطيه ما بيدعي للتنمر ما حكي عن سيدة مستسلمة ولا كانت عم تت... يعني المثل يلي عطيه كريس كان مثل جميل السيدة جيد هي امتعدت يمكن لأنه كمان كريس حتى تحت الأضواء وهي كانت بتفضل أنه العالم ما تنظر له فقط بهيدا الإيطار يلي هو مرضى يعني هو هون الفكرة تبع التنمر يلي كتير ناس ما حكيت عنه حكيت عن الصفعة أو التنمر اللي حكي عنه كريس بس هو الفكرة أنه جيد نزعجت لأنه بتعرف الشخص ما بيحب أنه هو فقط ينظر إليه وهي سيدة هي ممثلة قديرة جداً يعني مثلت بكل الميتريكس عندها راكورت كتير عاليين يعني سيدة جميلة بشعر ولا بلا شعر فهو الفكرة أنه كريس يمكن عملها هيك مثل نوع من حدة لجيد بمرضة هيدا هون الفكرة كان بيقدر كريس ويل سميث يطلع على الهوى ويقول أنا فخور بزوجتي فخور بإنجازاتها فخور بكل شي عملته والألوبيسية منه مرض يعني تنقول ما بعرف أنا يعني بيستدعي الشفقة فهيدا هون برأيي أنا كان لازم ويل سميث كان بيعمل نقلة نوعية بالدفاع عن الحب هو بأنك أنت تظهر الجانب المشرق للسيدة أو لزوجته وليس بأنك تطلع تصفعي مثل الولاد الصغار يعني بيق أقوى من بيك ومن وجهة نظر كيف كان لازم ويل سميث يتصرف من بعد الاستهزاء أو التنمر يلي سمعه من مقدم الحفل أنا كتير احترمته لسميث لأنه هلأ أصدر اعتذار علني وهيدا الشي كان لازم يكون حبيتي كتير كيف كمانا كريس هو تدارك الوضع وما كان فعل بشكل سلبي وأخده كمانا برحابة صدر زكي كتير كان رياكسونت يعني أو ردة فعل كريس كانت كتير جميلة أنا لقيته يعني هيك كوميدي متأصل يعني دغري فسر ودغري قال هايدي نايت ريميمبر يعني كانت جميلة ردة فعل كريس اليوم اعتذار ويل سميث كان بمحله الاعتراف بالخطأ فضيلة الحب لا يبرر إطلاقا أي نوع من العنف الحب والعنف ما بيمشوا سواء أبدا 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 بأي مجال بأي مكان بأي عمر مش لازم نحن نقرن الحب بالعنف العنف هو كمانا نوع من المراضي اللي لازم الإنسان يتحكم فيه لأنه فقدان نحن هيدا بنقوله طبعا بالاتيكات هو أنك أنت تعرف تتصرف بالمواقف الحرجي فأنا برأيي أنه كريس كان بالاتيكات ويل سميث تخطاها كل ييتها ولكن رجع على صراط المستقيم إذا بيصح التعبير عندما اعتذر اليوم علنا من كريس ومن الجميع وقال أنا أخطأت هيدا هوني برأيي كان يعني قمة الرقي لأنه صحيح هو أخطأ ولازم نحن نعترف بالخطأ وقت اللي بيصير ترجمة نانسي قنقر